ولعبة النادي الاهلي دايما بتتمرن على ركلات ترجيح علشان كده الحمد لله قدروا يفوزوا المباراة وكان فيه توفيق كبير عايز اعاف عند نقطة تانية الناب احمد دياب رئيس الرابطة كان قال في احد اللقاءات ان احنا عايزين نطبق التجربة البلجيكية في الدوري المصري استوقفني الاسم ايه التجربة البلجيكية دي ان الدوري يتلعب من دور واحد بعد كده بناخد تسع فرق وبعد كده يلعبوا بنفس النقاط بالمناسبة الفكرة دي موجودة في دوري دوريات الناشئين بلا سنتين السنة دي والسنة اللي فاتت وكانت ايضا فكرة الحاجة عامر حسين انه ينفذ التجربة دي في دوري الناشئين علشان المنتخبات الناشئين اللي بتاخد اللعبة بعدد اكبر موجودة في دوري 2003 و2005 و2007 لكن هو طور الفكرة الدوري البلجيكي بيكون دوري من دور واحد بعد كده بيكون دوري من دورين في التصفية النهائية لا هنا احنا في دوري الناشئين بقى دوري من دور واحد في المرحلة الاولى وفي التصفية النهائية ايضا من دور واحد وكل فرق تستكمل النقاط بتاعتها في التصفية النهائية فاذا النهاردة الموضوع ده موجود عندنا بقى له فترة نروح لي دوري 2009 اللي قدر فريق في 2000 طيب قبل ما نروح ل2009 نروح للقاءات ما بعد فوزي الاهلي على الزمال ترجمة نانسي قنقر